اشتركوا في القناة تقدم كرام صنه رحمه الله في الأسئلة سبقت وكان موقف عندنا السؤال السالس عشر قال رحمه الله أخبرني عن صفة الوضوء الكامل الوضوء له صفتان صفة مجزئة وصفة كاملة والسؤال عن صفة الوضوء الكامل قال رحمه الله الجواب صفته أن ينوي الوضوء للصلاة لأعمال بالنيات ويكون وضوء للصلاة لكن ليس هذا يعني بشرط يعني يكون لخصوص الصلاة إنما هو إذا أراد الوضوء كامل لعله أراد هذا يعني وإلا لو توضى مثلا بنية مس المصحف مثلا كذلك على الصحيح لو توضى لقراءة لعمل مستحب نعم فإنه يجزل ثم يقول بسم الله ثم يقول بسم الله ويغسل كفائه ثلاثا بسم الله لما ورد في الأخبار كما تقدم الإشارة إلى ذلك ويتمضم ثم يغسل كفائه ثلاثا ثم يتمضم ويستنشق ثلاثا وهذا جاء في صفة وضوه عليه الصلاة والسلام النفس صحيحين أنه غسل كفائه ثلاثا في حديث أوسبن أو استوكف ثلاثا هذا قبل الوضوء والنية إذا كانت قبل غسل كفائه كان أفضل وإن لم يكن غسله مواجبا لكن حتى يحصل على الأجر بنية هذا الفعل فيكون فعلا مستحبا يؤجر عليه ثم يتمضم ويستنشق ثلاثا ثلاثا وجاء تقدم أنه يبالغ فيهما ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابة الشعر الرأس المعتاد يعني هو الشعر الذي يكون عند قصاص في منتهى الرأس فلا يغسل أو يمسح ما نزل من الشعر على الجبهة بل هذا تابع للوجه كذلك لا يغسل من حسر من الشعر وكان من الرأس فإن هذا يمسح مع الرأس من منابة الشعر الرأس المعتاد فلا عبرة بالأصلع ولا عبرة بالأفرع الأفرع هو الذي ينزل شعره إلى منتهى الذقا طولا إلى منتهى الذقا طولا ومن الأذن يعني من وتد الأذن إلى وتد الأذن هذا من جهات العرب ويدخل البياض الذي بين الأذن والعذار ثم يغسل يديه مع مرفقيه ثلاث ثم يمسح جميع وكذلك غسل يديه كلها ثابت في الصحيح حين أنه عليه الصلاة والسلام وفي السنن عن جمع من الصحابة ثم يمسح جميع ظاهر رأسه يمر يديه من قدمه لقفاه ويعيدهما هذا كما في حجب لهم زيد بدأ مقدم رأسه ثم ردهما يقفاه ثم رجع إلى موضع الذي بدأ منه عليه الصلاة والسلام ويدخل سبابتيه في صماخ أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما هذا هو المشروع أن يمسح ظاهرهما وباطنهما ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا أي يكون وضوء ثلاثا ثلاثا تقدم أن التسمية لا تجيب على الصحيح لكن إذا أتى بها فهل يقال إنه مشروع إنه احتياط هذا مر نظر من قال كثير منها العم لم يقل بوجوبها قال إنه يشرع أن يأتي بها وبعضا شدد في هذا ولعله من عمى مالكية وبارغ حتى قال إنه بدعة هذا رأيت هذا القول لكن ما أذكره الآن في عدم قولهما من جهة أنه لم يثبت على هذا القول إحكام المسح على الخفين وهذا السؤال السابع عشر ما حكم المسح على الخفين يجوز بشروط سبعة وهي لو سهم بعد كمال الطهارة بالماء بعد كمال الطهارة بالماء فهنا شرطان بعد كمال الطهارة فلا يلبس إلا بعد أن يدخل القدم بعد أن يغسل اليسرى فلا يدخل اليمنى قبل غسل اليسرى بل لابد أن يكمل الغسل بالماء فلو تيمم لو تيمم ثم بعد ذلك لعذر لعذر سواء كان عدم القدرة على الماء أو العج عن استعمال الماء ففي هذه الحال لا يجوز له أن يمسح فلو تيمم ثم لابس الخفين على طهارة تيمم ثم وجد الماء ثم توضى فلا يمسح على الخفين لأنه لابد أن يكون بعد كمال الطهارة بالماء وهذا ليس بعد كمال الطهارة بالماء إنما القدمين كانت في هذه الحال عقب المسح عقب التيمم هذا على قول الجمهور وذهب الشافعي إلى أنه يجوز المسح عليهما بعد التيمم إذا وجد الماء إذا كان تيمم لأجل لأجل عدم القدرة على استعمال الماء لا لعجز على استعمال الماء لأن لا لعدم القدرة عليه لا لعدم القدرة عليه ولأظهروا وقول الجمهور دعهم وفإن يدخلهم طاهرتين وسترهما لمحل الفرد فلا يمسح على ما لا يشتر لكون فيه خروق أو كان قصيرا أو كان واسعا مثلا واسعا مثلا يرى منه القدم وإن كان المشي به عرفا فلابد أن يكون بهذه الشروط فإذا كان قصيرا أو به خروق فإنه يعني لا يجز مسع عليهم وثبوتهما بنفسهما فلو كان يسقط يسقط فإنه لا يمسح عليه فلا يمسح على واسع يسقط من قدمه وإباحتهما يعني أن لا يكون مغصوبا ولا من حرير في حق الرجل وعند الحنفي والشاف يصح مع الإثم وطهارة عينهما فلا يمسح على الجلد نجس كالجلد ميتة ولو مدبوغا على المذهب وجلد الكلب وسائر السباب وعدم وصفهما للبشرة هذا على المذهب والقول المتقدم عند الأحناف قالوا يجوز المسح على غير مباح وإن كان آثما وإن كان آثما لأنه لا تازم بين الصحة والتحريم كم مدة المسح عليهما ومن مقدار الذي يجب مسحه يمسح مقيم وعاص بسفره يوما وليلا من حين حدث بعد لوس هذا الجواب يمسح مقيم وعاص بسفره يوما وليلا عاص بسفره يعني يكون سفره لأجل المعصي سفر يقطع الطريق سفر يتاجر في الخمر أو ما أشبه ذلك معاص سفر يجري هذا أما العاص في سفره هذا ليس بداخل فلو كان مرتكب بعض المعاص لكن سفر سفر مباح وقد يكون منذوبا وهذا يترخص من حين حدث بعد لوس فلو أحدث أحدث ثم بعدما ثم توضى مثلا الساعة الثانية عشر ثم لبس الجورب لبس الجورب وقع الحدث الساعة واحدة ومسح الساعة الثالثة ظهرا فيبدأ من الساعة الواحدة على المذهب إلى الساعة الواحدة من الغد ويمسح مسافر سفر القصر ثلاثة أيام بلاياليها تنتاني وسبعون ساعة على هذا التقدير ومسافة القصر يومان معتدلان بشير الأثقال ودنب الأقدام شير الأثقال معنى أنه يسير في النهار ويبيت في الليل وينزل النزول المعتاد لطعامه وراحته وهذا قدره بمقدار أربعة فراسخ نحو من ثمانين كيلو ويجيو مسه أكثر أعلى لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح ظاهر خفيف عليه الصلاة والسلام ولا يجزي مسه أسفله ولا عقب ولا يسن ذلك فلو مسح أسفله لا يجزي ولا يشرع بل لا يجزي ولو مسح الظاهر والأسفل فلا يشرع بل المسح يكون لو كان الدين بالرأي كما قال عليه لكان أسفل خف أولى المسح من أعلى أما ما يتعلق بالمسح فالمسح على أظهر أنه يكون من أول مسح بعد الحدث فلو الصورة متقدمة فإذا لبسه في مسح الشاعة الثالثة يبدأ من الشاعة الثالثة يقول يمسح علقه من أسفل الحديث علقه بالمسح والعاصي بسفره القول الثاني أن العاصي بسفره داخل في العموم داخل في العموم إن كان عاصيا بسفره لأنه قد يكون أيضا سببا للتخفيف في هذا حيث لا يمنع من هذه الرخصة هو يعمل بهذا والإنسان حين يعمل بالرخص يكون مأجورا فلا يمتنع أن يكون عاصيا ومأجورا من هذا الوجه فقالوا إنه يدخل في عموم الأدلة ولا دليل على التخصيص ما يبطل مسح عليهما يبطله أحد ثلاثة أشياء ما أوجب الغسل يعني كما مثل مبطلات الوضوء كذلك المسح فخروج على المذهب انتقال الملين محلة وكذلك الجماع وما أشبه ذلك من ما يأتي من موجبات الغسل وإذا كانت توجب الغسل فإيجاب الوضوء أبلغ أو ظهور بعض محل الفرض ونبه لما تقدم ستر محل الفرض أن الصحيح أنه إن كان يريد ستر محل الفرض ستر الكعبين هذا هو قول جماهي العلم وأنه لا يجزئ المسح على ما لا يستر الكعبين ما لا يستر الكعبين وإن كان المراد أنه كما هو المذهب ما كان فيه خروق يظهر منه بعض الشيء فالصحيح أنه يجزئ وحال الصحابة كانت كذلك وخف أطلق المسح عليه وهذا تقييد لكن ينبغي للمسح أن يعتني بالخف السليم من هذه الخروق ما دام واجدا له قال أو ظهور بعض محل الفرض لأن فرض ما استتر المسح وما ظهر الغسل ولا يجتمعان وهذا مبني على ما تقدم على ما تقدم وانقضاء مودة المسح لماذا؟ قال بأنها موقعة فلو كانت تنقضي مثلا مدة المسح الساعة لبيس مسح الساعة الواحدة والمسح ينتهي الساعة الثالثة ودخل وقت صلاة العاصر وصلى بالطهارة التي مشح فيها الساعة الواحدة قبل انتهاء مدة المسح بشاعة قالوا الساعة الثالثة هذا ينتقد الوضوء لانتهاء مدة المسح قول الثاني أن الطهارة باقية والأصد بقاء الطهارة ولا دليل على انقضاء المدة والنبي قال يمسح هو لا يمسح ولم يمسح إنما الذي لا يجوج أن يبتدئ المسح بعد انتهاء المدة أما إذا كان امتداد لتلك المدة بناء عليها قبل انتهاء مدة المسح فهذا لا بأس به فليس هذا ناقضا من النواقر والأصل صحة الوضوء السؤال العشرون هل يجوز المسح على غير الخفين الجواب نعم يجوز المسح على الجبيرة وهي أخشاب أو خرق تربط على الكسر أو الجرح الجرح من غير كسر أو الجرح أو كذلك لو كان عليه عصاب أو رباض بدون كسر أو بدون جرح مثل ألم أحيانا يكون ألم مثلا والتواء مثلا في المصر يحتاج إلى ربط عصابة هذه حكم حكم الجبير وإن لم يكن كسرا ولا جرحا وهذه المسألة فيها خلاف الجمهور على ذلك الجمهور على ذلك وذات بعض العلم إلى أنه لا دليل على المسح للجبيرة أنه في هذه الحال يسقط مسحها إن كان لا يستطيع كشف أن هذا الموضع لا يمكن إلا بستره سقط الوضع سقط هذا الموضع من الغسل ولا يكلف الله نفسه أمو سعه ولا يقال يمسح لأن المسح تاجي إلى دليل وليس هناك فيه دليل مسألة والحديث عليها ضعيف كسر حتى زندي يعني أنه ضعيف والحديث الآخر في هذا في خلاف في ثبوته في قصة صاحب السرية الذي قال في بعض الروايات لما قال إنما يكفيه كذا كان يعصب ثم يمسح يعني وجاء في بعضية يمم وأعلى ما ورد في هذا عن ابن عمر بساند صحي عند البيهق وقال ابن قدام إنه لم يخالفه لم يذكر عن خلاف إن الصحابة خالفوه فكان إجماعا كان إجماعا وهي أولى بالمسح من الجوار فإذا كان يمسح الجوار فهذه أولى واستأنسوا أيضا بحديث جيد عند أحمد وبي داود حديث ثوبان أنه عليه الصلاة والسلام أرسل سرية ثم لما رجع شكه البرد فأمر من يمسح على العصائب والتساخين ابن حجم رد هذا بأن العصاب هي العمائم والتساخين هي الخفاف لكن من خالف قال العصائب لا تخصص النبي قال أمره على العصائب على العصائب فلو خشي من سقوط الأصابع مثلا واستمر الأمر فله أن يمسح ولو طالت بالمدة وقد يستنس بهذا بقصة التي جاءت عن عمر رضي الله عنه مع أحد الصحابة وهي سنة وصحيح لعله عقب عامر لعله عقب عامر وفيه أنه قال جاء بالخبر عن جيش المسلمين وأنه لبس الجورة بيوم الجمعة وسأله متى لبس فاخبره الجمعة قال أصبت السنة مسح مدة جمعة كاملة هذا وإن كان في الجوارب مسح الجوارب لكن من جهة المعنى لأنه كان في حاجة عظيمة للمسلمين جوز له المسح لها وإن جاوزت المدة فإذا كان هذا في الجورة لحدث مدته وقال أصبت السنة دل على أن ما كان في جنس ضرورة أولى بذلك وهذا الدليل فيما يطلع استدل من لمر من استدل به لكن حضرني هذا الدليل في هذا الوقت حضرني فيمكن يستدل به والله أعلم وينظر في قصة مشهورة عن عمر رضي الله عنه فقول الظاهري أنه يسقط هذا لا شاهد له لا شاهد له ولهذا جاع أن ابن عمر هذا المعنى هذا من فهمهم وفقهم للشريعة فيما قرر أهل العلم رضي الله عنهم من أنه لم يخالف أحد الذي ابو أبن عمر رضي الله عنهما قال رحمه الله أخبرني عن حكم المسح عليها إذا وضع على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيحة ومسحة على الجريح إذا وضع على طهارة محل الحاجة موضع الكسر وما لا بد منه يعني موضع الكسر مثلا في وسط الذراع لكن يحتاج أن يمتد وضع كان مثلا جبس أو غير ذلك أن يمتد زيادة زيادة مثلا 2 سانتي من هنا ومن هنا فهذا في حكمها لأن التابع تابع وما يعني هذا شيء لا يتمل بهذا ولا يحصل مقصود بها إلا بهذا فهذا تابع الله يقول غسل الصحيح ومسحة على الجريح يمسحه وإن أمكن أن يغسله بلا ضرر كذلك هو أولى وإن تجاوزت تجاوزت المحل وخيف الضرر بنزعها يعني يمكن أن تكون أقل من ذلك وجب مع المسح التيمم وجب مع المسح التيمم لماذا؟ لأنه وجب المسح لأنه وضع على طهارة مفسي إن موضوع على طهارة يمسح يمسح وجب المسح مع التيمم للجائد مع التيمم للجائد وإن وضع على غير الطهارة على الصحيح وتيمم تيمم بإمسح إن وضع على غير طهارة قال لا يمسح لأنه يمسح على موضوع لبس على غير طهارة من شرط هو رائع law طهارة فقد الشرط فلا يصح هذا الأمر المشروض ففرق بين ما وضع على طهارة يمسح وضع طهارة لا يمسح والتيمم في الصورتين والصواب أنه لا دلالها على مثل هذا على مثل هذا وأن حين توضع الجبيرة في هذه الحالة يجسهد أن توضع على المحل لكن إذا كان يتضرر بنزعها كانت في هذه الحال كالجبيرة لأنه لو نزعت حصل الضرر فكان الضرورة فكان المسح عليها كالمسح على الجبيرة التي وضعت في محلها يعني محل الجرح باب نواقض الوضوء كم نواقض الوضوء؟ نواقض الوضوء ثمانية وهي خارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا أو نجسا وهذا الأصر في النواقض لا فرق بين القليل والكثير يعني الطاهر كالريح والنجاسة كالبول وخروج النجاس بقية البدن يعني لو أنه سد المخرج خرجت النجاس بقية البدن فإنه ينقض عند عامة العلماء وبعضهم فرق بينما إذا كان الخروج تحت المعدة فوق المعدة فإن كان الخارج بولا أو غايطا نقض مطلقا هذا القصد إذا كان الغايط إذا كان الخارج بولا أو غايطا هذا الذي هو عند أكثر العلماء وإن كان غيرهما كالدم والقي وكذلك قيح ودود الجروح نحو ذلك نقض إن كثر يعني فحش عند كل أحد بحسبه هذا على المذهب أنه ينقض وسدلوا بحديث أبي الدرداء أنه عليه الصلاة والسلام قاء فتوضى كما عند الترمذي وعند أحمد وبي داود قاء فأفطر وزوال العقل بجنون وتغطيته بنوم إذا كان النوم الذي يغلب ينقض فالجنون من بابه أولى أنه ينقض الوضوء ونوم كذلك إذا تغطى وغلب عليه ما لم يكن يسيرا عرفا من جالس متمكن أو قائم فإذا كان جالس متمكن فإنه لا ينتقض وقدلت الأخبار أن الصحاب رضي الله عنهم كانوا ينموا تخفق رؤوسهم ولم يكونوا يؤمرون بوضوء رضي الله عنهم وألحقوا به كذلك القائم كما ذكر رحمه الله فإذا كان على هذه الصفة فإنه يقضوا وقالوا إن القائم ينتبه إن القائم ينتبه في حلقها بخلاف الراكع والساجد فإنه يسقط ومس فرج الآدم قبلا أو دبرا باليد بلحائل فهذا المس يكون باليد فلو مسه مثلا بغيرها مثلا بالذراع مثلا ونحو ذلك فلا ينقض لأنه أطلق في مس وقال مس تلع على أنه متعلق باليد وهو منتهى الكف إلى الكوع الحديث كثيرا مس فرجه ومس ذكره في هذا الباب وأنه ينقض روضو ولمس فرق بين المس واللمس المس يكون باليد واللمس يكون بجميع البدن ولهذا فرق بينه ولمس الذكر بشهوة ولمس الذكر بشرة الأنثى والأنثى بشرت الذكر بشهوة لقوله سبحانه وتعالى أو لمستم النساء وقراءات سبعية أو لمستم النساء أو كان المنموس ولو كان المنموس ميتا أو عجوزا أو محرما وكذلك لا عندهم لا فرق بين هذا وهذا العموم اللف اللف عام في ذكر النساء فيدخل فيه كل هذه الأحوال وغسل الميت وبعضه كذلك غسل الميت وبعضه من موجبات الوضوء وهذا على المذهب وهم ذكروا هذا عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما ففيه عن عين عن ابن عمر أنه قال يكفيه الوضوء كما روح عبد الرزاق عنه من طريق العمر وكذلك جاء عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال نحو من قول ابن عمر وأنه يكفيه الوضوء لكن عن ابن عمر من طريق العمر هو ضعيف ومن طريق ابن عباس راهي سند الصحة والأثران عنده عبد الرزاق فهذا دون الكبد والقلب والكرش والردة عن الإسلام والعياذ بالله تعالى وهذا هو قول المالكية وقال الشاب يحناف لا ينقذ الوضوء لكن هم يقولون الوضوء عمل عمل وإيمان الطهور شطر الإيمان والله عز وجل يقول لأنه شركتنا لا يحبط أن عملك وكذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يشهد الطهور شطر الإيمان فقال لا يشركتنا يحبط أن عملك وقال فالشرك محبط والردة محبطة للإيمان ومنه الوضوء والطهور شطر الإيمان ومحبطة للعمل والردة تحبط العمل فقالوا إنه أن الحبوط في هذه الحالة يشمل الوضوء ويكون هذا العمل باضل هذا العمل باضل وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء وهذا ملازم لوجوب الوضوء والمراد وأوجب الغسل دون وضوء كالغسل يعني غسل الكافر إذا أسلم فإنه يلزمه الوضوء وكذلك أيضا غسل الحائب والنفساء النفساء أيضا فكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء لكن أستاذنا هنا إلا الموت الموت يجب فيه الغسل يجب فيه غسل ميت وهذا محل إجماع من أهل العلم هل يجب الوضوء هل يجب الوضوء النبي عليه قال ابدأنا بما يعمينها ومواضع الوضوء منها حملوه على الاستحباب قالوا إنه لا يوجب الوضوء إنما يوجب الغسل هذه المسألة كما تقدم عن المذهب أما ما يتعلق خروج النجاسة غير البول الغائض فالأظهر والله عنه ليس بناقب هذا هو الأظهر هو الظهر من حال الصحابة رضي الله عنه وما حديث قاء فتوضى لو ثبت الخبر مع أن كان فيه كراما فليس فيه إلى مجرد الفعل وما يتعلق بمس المس بشهوة فالصحي أنه لا يوجب الوضوء والآية المراد بها الجماع المراد بها الجماع على الصحيح من قول فسر رحمة الله عليهم قال رحمه الله ما حكم من شك في الطهارة الجواب من تيقن الطهارة وشك في الحليف وتيقن حليف وشك في الطهارة عمل بما تيقن عمل بما تيقن لأن اليقين لا يزور بالشك فيبقى على اليقين من تطهر فيكون طهر ويبقى على اليقين من كان معجدا فلو شكها التوضى فالأصل بقى الحدث وهكذا بقى الطهارة عند وجوده ما يحرم عن محدث فعله يحرم عن محدث حدثا أصغر أو أكبر الصلاة لا يجز لا يقول صلاة حدث وإذا أحدث حتى يتوضى والرسو قال سبعا أن كنتم جونوا والطهروا فلا يحرم عن محدث الصلاة سوى الحدث أكبر أو أصغر والطواف على قول جماهير العلماء ومسو مصحف إلى حائل لقولنا لا مسو القرآن إلا طاهر وجاء عن جاء من الصحابة هذا الفعل عن سعد الموقعس وعن غيره قراءة القرآن أيضا قراءة القرآن يحرم عن محدث حدث أصغر أو أكبر الصلاة والطواف ومسو مصحف إلى حائل وعلى المحدث حدثا أكبر هذا على المحدث حدث أكبر ما تقدم على يعني عليهما أما المحدث هي أكبر فيختص بقراءة القرآن بقراءة أنه لا يقرأ القرآن وهو جنوب أما الجنوب فلا ولا آية أما الجنوب فلا ولا آية والجلوس في المسجد بلا وضوء والجلوس في المسجد ولا جنوب إلا عابري سبيل فإذا توضى هذبت عن الصحابة وعند السعيد المنصور وغيرها أنهم كانوا إذا كانوا مجنبين توضوا وجلسوا المسلم رضي الله عنه هذا بسناد على شرق مسلم كما قال ابن كثير في تفسيره رحمه الله باب الغسل كم موجبات الغسل وما هي موجبات الغسل سبعة وهي انتقال المني من مقره قالوا لأن الجنابة المباعدة فتباعد الماء من مقره مع الشهوة قد وجد وعن إمام محمد رحمه الله أنه لا يجب حتى يخرج لقوله إذا رأت الماء ولحديث فضخت الماء لكن إمام محمد رحمه الله قال إنه حين ينتقل عن محله لابد أن يخرج فإذا اجتمع الأمران وجب وإلا على هذه وإنها الأخرى لا يجب حتى يخرج وخروجه من مخرجه المعتاد بلذة فإن خرج لغير ذلك لم يوجب الغسل قوله علينا إذا فضخت الماء إذا حذفت الماء هذا قول الجمهور خلافا للشافع رحمه الله وتغيب الحشفة أو قدرها من مقطوعها بلا حائل فرج أصلي ولو دبرا أو لمي أو بهيمة أو طائر وهذا لحليه إذا جلس بين شعب الأربع ثم وجهده فقد وجب الغسل ويتم إذا جوز الختان الختان وإسلام كافر ولو مرتدا يعني ولو كان مرتدا فإنه يجب عليه الغسل على المذهب والحيض والنفاس والحيض والنفاس هذا محل إجماع نعم فأما إسلام الكافر فهذا على المذهب قول كثير من أهل العلم ويرد حديث في هذا أنه عليه الصلاة والسلام أمر ثمان بالغسل أمره بالغسل كما عند أحمد بسند صحيح أنه أمره بذلك والموت تعبدا يعني الموت يوجب الغسل تعبدا لماذا تعبدا قالوا أن سبع الغسل وهو الموت لا يزولوا بالغسل فكان تعبدا فالموت إذا الميت حين يوصل هو باقي على حاله ميت فلهذا قالوا تتعبدا ويجب غسله تقدم هل يجب معه الوضوء هل يجب الوضوء أو لا يجب الوضوء المذهب وقول الجمهور لا يجب كم شروط الغسل وما هي شروط الغسل سبعة وهي انقطاع ما يجبه كحيض ونفاس فالمرة في حال حيضها مثل ما تقدى في الوضوء مرة في حال حيضها ونفاس لا يصح منها الوضوء حتى لو توضأت لمجرد أن تذكر الله سبحانه وتعالى فلا يشرع يروى عن خالة بن عباس جمول بن تحرر الله عنها وهذا حديث من ذكره بن رجب رحمه الله عزاه لبعضها العلم علف الطبراني في مسند الشاميين أو غيره عزاه لكن ما يصح أنها رضي الله عنها لما قام عليه الصلاة والسلام يصلي في الليل ابن عباس عن يمينة قامت رضي الله عنها وتوضأت واستقبلت القبلة وجلست خلفهم لكن حديث منكر ولا يصح قد نبع عليكم الرجب رحمه الله والنية وهي قسط رفع الحدث في قوله عليه الصلاة والسلام إنما أعماله بالنيات أي النية برفع الحدث وإلا لو اغتسل غسلا مجرع نية فغسل نظافة والإسلام فلا يصح غسل من كافر لعدم صحة نية فإذا كان لا يصح من المسلم بلا نية من الكافر من باب أولى لأنه لا نية له والعقل فلا يصح من مجنون لأنه لا نية له والتمييز كما لا يصح من الوضوع لا يصح منه الغسل الغسل لأنه لا قصد له فلا قصد له ولا نية له والماء الطهور المباع تقدم في صفة الوضوء فلا يصح الغسل بالمرصوب والمسبل وستدلوا بحيه من عمل عمل ليس عليها أمرنا فورد وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجسد مثل ما تقدم في الوضوء وذلك أن إيصال الماء إلى البشرة واجب وإن كنتم جونه والطهر في الوضوء وفي الغسل فيجب إزالته السؤال السابع والعشرين ما الذي يجب في الغسل يجب فيه شيء واحد وهو التسمية وتسقط سهوا وجهلا لا عمدا الحاقا لها بالوضوء وإذا قيل إن التسمية لا تجب فيه الوضوء فالغسل من بابي أو لا ولم يأتي في صفة غسله عليه الصلاة والسلام شيء من هذا وتسقط سهوا وجهلا لا عمدا هذا على القول بوجوب كما هو المثل ما فرض الغسل فرضه شيء واحد هو أن يعم بالماء بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفل لقولي تعالى وإن كنتم جنوبا فاتطحروا ويقولي عائشة رضي الله عنه ثم أفاض الماء على سائر جسدي فالواجه هو أفاضة الماء هذا هو الواجب لأن الواجه هو غسل بدنه ثم مع المضمضة والاستنشاق لأن المضمضة والاستنشاق من الظاهر داخله في غسل عموم البدن كم سنن الغسل وما هي سننه سبعة وهي الوضوء قبلك كما في حديث عائشة وفي حديث ميمونة رضي الله عنهم إلا غسل رجلين في حديث ميمونة أنه أخره حديث عائش جاء في رواية في صحيح مسلم أيضا وقيل وجاء في بعضها ما يدل على أنه توضى عليه الصلاة والسلام يعني وضوءا كاملا فالسنة هو الوضوء وجهلت النسائين توضأ ثلاثا ثلاثا عليه الصلاة والسلام وإزالة ما على الفرج والبدن من مني ونجاسة يعني أن هذا مستحب وليس بواجب لكن هذا متأكد والنبي عليه الصلاة والسلام كما صحيحين أنه قسل فرجه وضرب يده بالجدار عليه الصلاة والسلام أما النجاسة نجاسة إزالة إزالة ما على الفرج والبدن منه نجاسة النجاسة إذا كان يترتب تلطخ بها فالظاهر والأضنة هو لا يجوز وإن كان لا إن لا يحصل التلطخ بها فالأمر فيه أيسر وهذا في غير حال الصلاة هذا في غير حال الصلاة وإفراق الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية بدنه ثلاثا والتيامن أما الرأس ثلاثا فالنبي خل الرأسه ثلاثا أما بقية البدن فالأظهر أنه أفاض الماء وليس فيه أنه كرر غسل البدن ثلاثا إنما فيه فاض على سائر ثم أفاض على سائر جسد عليه الصلاة والسلام وليس فيه التكرار إنما التكرار في الوضوء لا في الغسل إلا في الرأس فإنه خل له وبدأ بشق رأس الأيمن ثم والوسط ثم الشق الأيسر والتيامن لأنه في حالة عائشة أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بشقه الأيمن عليه الصلاة والسلام بشق رأسه والموالات الموالات بألا يغسل بعض البدن ويغسل الباقي البدن بعد وقت بعد نشاف البدن فلو أخر غسل بعضه فإنه يجز وهذا عند الجمهور عند جمهور العلماء أن الموالات لا تجيب في الوضوء أما المالكيه فقالوا إنه يجب وهو يرويه عن الإمام أحمد وضافع للنبي عليه الصلاة والسلام ورد حديث عند إماجه ما يدل على أنه لا يجب لكنه قد يقال إن هذا في حال النسيان نعود حال القصد موضوع نظر حال القصد أنه تقصد أنه يغسل نصف بدن مثلا الآن بدون عذر ويغسل البقية بعد ذلك هذا موضوع نظر لكن كان لعذر من برد أو نحو قلة ما هذا معذور بل حتى في باب الوضوء يعني لو حصل فصل بين الأعضاء لأجل هذه الأعذار وعادة غسل رجليه مكان آخر آخر هو إمرار اليد على الجسد وإمرار اليد على الجسد لأنه أنقى لكن لم يأتي هذا إنما كان عليه الصلاة والسلام يمر يده على رأسه أما بقيت فقد قد أفاض على سائر بدنه عليه الصلاة والسلام وإنه ربما ربما لو أنه أمر يده قد يصيب فرجه مثلا بدون شعور وكان قد توضى فيبطل وضوءه وبالجملة إذا احتاج إلى ذلك لكون موضوع ما يحتاج إلى دلك أو إيصال ما هذا قد إما متأكد أو واجه في بعض الأحوال ويعارس غسل رجليه مكان آخر لحديث ميمونة أنه عليه الصلاة والسلام غسل رجليه بعدما فرغ من اغتساله عليه الصلاة والسلام مكان آخر هذا يظهر والله أعلم يعني حين يكون المكان مثلا فيه أذى في طين أما إذا كان مكان واحد انتقاله لا يستفيد منه فيغسله في نفس المكان يغسله ما في نفس المكان كم من أغسال المسنونات وما هي الأغسال المسنونات ستة عشر وهي الغسل صلاة الجمعة في يومها في يومها يومها يعني من طلوع الفجر فلا يغتسل قبل طلوع الفجر لأنه ما اغتسل يوم الجمعة ويوم الجمعة من طلوع الفجر من طلوع الفجر واغتسل مثلا بعد طلوع الفجر حصل ذلك حصل ذلك لذكر حضرها لذكر حضرها يعني ولو لم تجب عليه ولو لم تجب عليه بخلاف المرأة يقولون إنه لا يشرع لها ولا يستحب لها ذلك والمذهب أن المرأة لا يستحب لها حضور الجمعة ولهذا قيده بالذكر وقيل يستحب لها الاغتسال والظاهر أنه يستحب الاغتسال جاء ما يدل على كل مسلم أن يرسل رأسه وبدنه في كل سبوع مرة هذا هو الأظهر سواء أتى الجمعة أو لم يأتي الجمعة حتى من لم يأتي الجمعة يشرع له ذلك على الصحيح حتى الرجل لو لم يأتي يشرع له ذلك والغسل لأجل غسل الميت وهذا مثل ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ليس بواجب وجاء دلة تدل على هذا آثار صحيحة عنهم رضي الله عنهم أنه يشرع ولصلاة عيد يومه ولصلاة عيد يومه أنه يشرع لأتسال لعيد الفطر وعيد الأضحاء هذا لم يثبت في شيء إلا عن علي رضي الله عنه كما رواه الشافح بمسنده بإسناد صحيح أنه سأل رجل عن الغسل قال أغتسل كل يوم أو الغسل كل يوم قال الغسل الذي هو الغسل قال ليوم جمعة وعرفة والفطر والنحر وإسناده صحيح وصحى في الموضع عن ابن عمر وليأتي مالك عنه فعن ابن عمره كان يغتسلوا لعرفة وليوم عيد صحى ذلك وليعافة عرفة وجاء في حديث الفاكه بن سعد عند أحمد في زوائد عبد الله بن أحمد وبني ماجة أنه عليه الصلاة والسلام كان يغتسلوا ليوم عرفة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر وكان الفاكه يسعد يأمر أهله بذلك وذكر هذا الحديث الإمام المجد بن تيمية في المنطقة وسكت عليه وسكوته رحمه الله في هذا مما يستغرب كأنه لم يستحضر حال الحديث لأن الحديث في حكم الموضوع من طريق يوسف بن خالد السمتي عن أبي جعفر الخاطمي أهل عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه عن جده الفاكه بن سعد فعبد الرحمن العقبة هذا مجهود لكن علها العظمى هذا الرجل يوسف بن خالد هذا كذاب بل قال أيها المعين كذاب خبيث زنديق له يوسف بن خالد السمتي هذا هذا لا يجوج له الرواة هو من روا عنه لعله خفيت حاله عليه هذا ربما يقع أحيانا من بعض الرواة لكن قد يسترون فترة لكن يكشفوا ويهتكوا سترهم بفضل الله وحمده سبحانه وتعالى ولصلاة كسوف لأنه اجتمع لها واستسقاء كذلك ولجنون وإغماء والإغماء لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب الينوف وغمي عليه فاختسرها ثلاثا فإذا كان للإغماء كذلك الجنون من بابه أولى والاستحاضة لكل صلاة وهذا فيه خلاف الاستحاضة خلاف كثير فمن يعني لم يشق عليه ذلك فلا بأس لكن إن كان يشق فلا يلزم إنما يلزم الغسل مستحاضة مرة واحدة مرة واحدة عند الحكم انقضاء حيضها وتبقى على هذا الغسل حتى يعني يأتيها الحيض فإذا ظهرت اغتسلت مرة واحدة وإن كانت دم معه يجري وتوضع في وقت كل صلاة ولإحرام إحرام الله عندها تخبار دلوا على مشروع تقتسال ودخول مكة هذا في حديث ابن عمر ولو ما حيض لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تغتسل لما كانت حيضا لما أدخلت الحجة على العمر ربي الله عنها فيدل على أنه غسل نغافة ولدخول حرامها والأظهر أنه لدخول مكة وهذا الذي في حديث ابن عمر وقد بيّن الحافظ في الفتح رواية هذه وما حصل فيها يعني في جمع الروايات ما يبين أنه لدخول مكة ولوقوف بعرفة هذا تقدم عن علي رضي الله عنه ولطواف الزيارة قالوا ولطواف وداع وينبيت مزدريف ولرمي جيمار قالوا أن هذه يجتمع لها فيحسن الغسال لها والصواب أنه لا دليل على ما ذكر رحمه إلا ما سبق بالدليل أما ما ذكر من هذه فهذه العبادات تحتاج لديه في الكسوف والاستسقام وكذلك القوضي عرفة وطواف الزيارة والوداع والبيت مزدريف والأمي الجمع فهنا ما ينقل عنه النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك ويتيمم لكل استحباب للحاجة وفي هذا نظر حتى غسل الجمعة يعني إنما التيمم بدل للغسل الذي هو عباد أما الذي غسل الذي هو أنواه فلا يشرع ويقول صلى الله عليه إنما يزيده تشعثا إنما يزيده تشعثا إنما الشيء الواجب كغسل الجنابة والوضو هذا الذي له بدل باب التيمم كم شروط صحة التيمم ما هي شروط صحة التيمم ثماني وهي النية والإسلام والعقل والتمييز وهذه مثل ما تقدم في الوضو أنها شروط مشترطة في جميع العبادات والاستنجاء والاستجمار الاستنجاء والاستجمار يعني معنى أنه يجب الاستنجاء والاستجمار كما يجب الاستنجاء والاستجمار قبل الوضو والرواية الأخرى كما تقدم يصح الوضو والتيمم قبلهما واختار هذه الرواية كما تقدم اختارها الموفق رحمه الله والشارح اختارها الموفق والشارح أنه يجزم قبل الاستجام والاستجمر لكن يترتب عليك تلطخ وجبع نزالة النجاسة ولا يجوز أن يتلطخ بها ودخول وقت الصلاة المتيمم لها هذا على قول الجمهور القول الثاني هو الصحيح أنه لا ينتقض التيمم إلا بما ينتقض به وأنه طهارك كما ظهر لظهر أدين الله وأن التيمم طهارك كالوه وعدم القدر على استعمال الماء وعدم القدرة إما لعدمه وإما لعدم عدم عدم القدرة عليه حسا أو عدم القدرة حكما عدم القدرة إما أن يكون حقيقة أو حكما موجود لكنه مريض لا يستطيع أو برد شديد لو توضأ مثلا حصل ضرر أو اغتسل مثلا وأن يكون بتراب مباح غير مستعمال ولا محترق ولا محترق وهذا مبالغ في قضية المستعمال حتى أجروه على التراب فلو توضأ تيممه على هذا المكان شخص فلا يتيمم عليه أنه مستعمل مستعمل هذا كله خلاف تحقيق عند أهل العلم وكذلك مسألة المباح لا تشترط كما لا تشترط في الوضوء ولا ملازمة بين التحريم والصحة والمحترق هذا في الخلاف وهذا على الصحيح من الاذهب وقيل في المذهب يجوز يعني بالجص نحو ذلك لكن هذا فيه نظر قول الجهور أنه لا يجزه وله غباري على قبل يد هذا موضع خلاف أيضا فمسع بوجهكم وأيديكم منه هل هو منه التبعيد أو منه مبتدئين منه وأن منه تكون للابتداء يعني مبتدئين منه ولا يكون فيه دليل مواجب التيمم يجب فيه التسمية وتسقط سهوا وجهلا لا عمدا وهذا مثل ما تقدم في الوضوء والغسل والصحيح أنه لا دليل على ذلك كم فرض التيمم وما هي فرضه خمسة وهي مسه الوجه دون الفم مسح اليدين إلى الكعين كما جاء في الصفة الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام وأنه يضرب بيديه الصعين ضربة واحدة فيمسح ظاهر الكثب بباطنه اليمنى واليسرى وكذلك يمسح اليدين إلى الكعين ويمسح الوجه واليدين والترتيب بينهما يعني لا يمسح اليدين قبل الوجه فليرتب كما يرتب في الوضوء واختار تقييد دين أنه لا يلزم الترتيب قال وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد وغيره والموالات في الطهارة الصغرى يعني يجب الموالات في الطهارة الصغرى لو كان يغتسر يتوضى بالماء نشفت أعضاؤه هذا على قولهم دون الكبرى قالوا الكبرى لو كان يتيمم عن جنابة لعدم القدرة عليه أو عدم قدرة استعماله قالوا لا بأس لا بأس نعلم من أوجب الموالات في التيمم من باب أولى لأنه إذا وجبت في الغسل فالموالات كذلك في التيمم لأن التيمم ظاهر صفة الصفة عن النبي عليه السلام وصفها على الموالات فإذا كان وصف على الموالات فتكون الموالات كما هي في الأصغر كذلك في الأكبر لا فرق بينهم لأن الصفة واحدة والحديث واحد فلا فرق بينهما فإذا وجب في هذا وجب في هذا وتأخير بينهم الحاجة لا يجوز لو كان فرق بينهم اللي بين عليه الصلاة والسلام وتعيين النية لما يتيمم له من حدث أصغر أو أكبر ومعنى أن إنما البنيات فينوي هذا التيم لهذا الحدث الأصغر أو لهذا الحدث الأكبر أو من نجاسة على بدن يعني هذا عندهم إذا كانت النجاسة هذه يتضرر في بدنه نجاس يتضرر بيزالتها أو عدم ما يزيلها لا يجد ما يزيلها في هذه الحالة قالوا يتيمم لها يتيمم له وهذا لا شاهد له والرواية الأخرى عن أحمد أنه لا يشرع التيمم إنما يشرع للحدث وغسر النجاسة ليس حدثا يعني غسر النجاسة ليس حدثا ولا في معناه وليس حدثا وليس في معناه وهو قول جمهور الصحابة رضي الله عنه ذاتنا ليس حدث وليس في معناه الحدث ولهذا المستحاضة لم تؤمر بالتيمم والدم يجري معه وعمر رضي الله عنه لما جريح رضي الله عنه صلى وجرح يتعبد منه ولم يتيمم رضي الله عنهم مبطلات التيمم مبطلاته خمسة وهي ما أبطل الوضوء وهي نواقض الوضوء المتقدمة ووجود الماء ولهذا إذا وجدت الماء قال فليتق الله وليمسه بشارته فليتق الله وليمسه بشارته إذا وجد الماء بطل تيممم وخروج الوقت خروج الوقت هذا على المذهب والقول الثاني أن خروج الوقت لا يبطله لأنه ليس بحدث وهو كالوضوء وجوال العذر المبيح كجوال المرض شان يتيمم لجوال مرض مثلا أو يتيمم لبرد جال البرد أو جال المرض في هذه الحالة يبطل ويجيب عليه الوضوء وهنا هو ذكر قبل ذلك وجود الماء وجود الماء قد يقال أنه مكرر لكن يمكن والله أعلم أنه ذكر هذه مع الماء لأن الماء لأن وجود الماء فيه خلاف سواء في خلاف لبعض منهم يقولوا إنه يصح هذا يروع عن بعض السلف لعلها أبو سنة عبد الرحمن وقون قيل خلاف في الإجماع لكن لو أجد الماء يصلي في خلاف قوي حتى أبو القيم رحمه الله هذا الكلام يمير إلى صحة الصلاة وأنه لا يخرج منها فلأن وجود الماء في خلاف في بعض صوره لعله نص عليه بخلاف هذه فإنه يبطل فيها التيمم مطلقا فصل في إزالة النجاسة كيف يتطحر المتنجس الجواب إذا كانت النجاسة من الكلب والخنزير وما تولد منه ومن أحدهم يغسل المتنجس يعني من هذه النجاسة سبع مرات بتراب طهور لحديثه له طهورون أحدكم إذا ولغ فيه الكلب وإن كانت من غير ذلك يغسل سبعا بالماء بدون التراب يعني جميع النجاسات تغسى سبعا لحديث أمرنا بغسل الأنجاس سبعا ويكفي بول صبي لم يأكل الطعام نضحه وغمره بالماء وهذا بات الصحين حديثه من محصن وحديث عائشة رضي الله عنها أنه نضحه ولم يغسله عليه الصلاة والسلام وتدخر الأرض ونحوها بزالة عين النجاسة بالماء والصواب في ما يتعلق بنجاسة الكلب هذا واضح نص الحديث أنه لابد من التراب أما الخنزير ففي الحقه به نظر أما بقية النجاسات فالحديث الوارد في هذا لا أصل له والصواب أن بقية النجاسات تغسل بما يزيلها وكذلك النجاسات كانت على الأرض بما يزيل عينها والنبي قال عليه أن أهريقوا على بوله سجلا مما ما الطاهر ومن نجس من الحيوان الجواب ما لا يأكل لحم من الطير والبهائم إما فوق الهرة نجس وما دونها كالفار طاهر ما لا يأكل لحم من الطير والبهائم ما فوق الهرة نجس فهذا هو الحد عندهم والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات بالطوافين عليكم والطوافات والسباع استدلوا بالنجاسة بما حديث أنه يسئل عن الماء وما ينوب من السباع قال إذا برغ الماء قلت لم يحمل الخبث فلولا أن ذكر السباع له تأثير لم يقل لم يحمل الخبث لم يحمل الخبث سدلوا به على نجاسة السباع مع دلة أخرى أما الهرة فلقونه إنها طوافين عليكم والطوافات ولهذا كان التعليل بالتطواف هو الأظهر وهو الأقرب مع أن جمع من أهل العلم قالوا إن سائر السباع طاهر بودوها وهذا مروي عن الشعبي وابن عليا وليس بإجماع القول بنجاستها أما ما فوق الهرة فهم من جوارح الطير من السقر والغراب كذلك السباع السباع الحيوانات مفترسة مثل الوسود والفهود والنمور على قود الجمهور وكل ميتة نجسة إلا ميتة الآدم والسمك والجراد حلث لنا ميت ثاني ودمان والمثال الجراد والحوت وما لا دم له سائل كالعقرم لقول النبي عليه السلام إذا وقع الدواء في طعام أو في شراب الحديق فليغمسه ثم لينزعه قال من القيم هذا قول جمهور العلماء ولا يعرف في السلف مخالف في ذلك ما حكم الخارج مما يأكل لحمه ما أكل لحمه فبوله وروثه وكل خارج منه طاهر إلا الدم والقيح لكن يعفى عن يسيره في الصلاة وهذا هو قول الجمهور في يسير النجاسة وقالوا إنه يعفى عن يسير النجاسة الجمهور وكذا كان كثيرا وهذا لا يعفى لكنه يقوم خاص بالدم والقيحة ولهب الأحناف رحمة الله عليهم إلى أنه ليس خاصا بالدم والقيحة فجميع النجاسات يسيرها يعفى عنه واختيار تقي الدين رحمه الله ويعفى في الصلاة عن يسير الدم والقيحة عنه إن كان طاهرا في الحياة لأن من الحيوان هو نجس كالحمار والبغل على المذهب فهذا لا يعفى عن يسيره لا يعفى عن يسير النجاسة منه قالوا بشرط لأنه قيده إن كان طاهرا في حال الحياة وعلى القول بالطهارة كما هو مذهب مالك والشافعي إما مالك والشافعي وهو اختيار موفق رحمه الله طهارة البغل والحمار لأنها تركب في عهد النبي وكان الرنبي يركبها في أسفار الطوية ورد في أخبار أنه ركبه عليه الصلاة والسلام مثل هذا لا يسلم من رطوبته باب الحيض والنفاس ما هو الحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من مرأة مع الصحة من غير سبب ولادة من غير سبب من غير سبب ولادة في أوقات معلومة من غير سبب وإذا كان من غير سبب من غير سبب وإذا كان من غير سبب من غير سبب ولا حيض دم طبيعة وجبلة يخرج معه حال الصحة وما لم يكن حال الصحة فهو استحاضة ولا حيض قبل تسسين ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل ولا مع حمل والقول الثاني أنه لا حد في ذلك وأنه قد يكون قبل تسعوين كان خلاق قول الجمهور وبعد خمسين سنة وهو قول الجمهور وقال ما لك سبعون سنة بل قال أبو حنيه والشافعي أنه لا حد له وهو قول الظاهرية واختيار تقي الدين أبو القيم ورحمه الله أنه لا حد لأكثره أما مع الحمل فالمذهب أنه لا حيض فيه هو قول أبي حنيفة واختاره بن منذر أنه لا يجتمع الحيض والحمل وهو رواية عن عائش ورواية أخرى عنها وهي الصحيحة أنه قد يوجد الحيض والحمل وهو قول مالك والشافعي لكن بشرط انتظامه أما إذا كان مضطلبا فالأصل أن الدم الذي يكون معه دم فساد كما قل مدة الحيض وما أكثرها وما غريب قلها يوم وليلة وأكثرها خمسة عشر يوما وهذا أيضا كما تقدم فيه نظر وقد يوجد حيض أقل من يوم وليلة وقد يوجد حيض منتظم أكثر من خمسة عشر يوما وقد ذكر أبو الفرج في كتاب أحد علماء الحمد عند الواحد أبو الفرج المقدسي في الشافعية أحوال فيها تدل على هذا وقوال عن بعض السلف كالشافعي وغيرها ما يدل على خلاف القول المشهور عند الجمهور في هذه المسائل وغالبه ستة وسبع وهذا هو يعني ظاهر والنبي قد حيض في علنا ستة ستة أيام أو سبعة أيام كم أقل الطهر بين الحيضتين أقله ثلاثة عشر يوما وعنه ليس بين الحيضتين شيء مقدر عن إمام أحمد رحمه الله وهو رواية عن مالك وقول إسحاق أن هذا على ما تعرفه المرأة من نفسها في عادتها وأنه قالوا أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوم والجمهور قالوا خمسة عشر يوما صوى في هذه المسائل كما قال ابن سيرين النساء أعلم بذلك وهذا هو الأدعى إلى أن لا يشقع المرأة وأن يكون أسلم لها في عباداتها وطهارتها وصلاتها ما هو النفاس وما أقله وما أكثره النفاس هو دم يخرج مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة وقال الشافعي رحمه الله ولحناف إنه دم فشاد وأنه لا عبرة بالدم قبل يعني مع الحيض يعني عند أنه في هذه الحال لا عبرة به وأنه دم فشاد ولو كان مع الطلق ولو كان قبله بيوم ويومين ومالك قال إنه دم نفاس إذا كان يعني إنه دم حيض إنه يكون دم حيض إنه يكون دم حيض ولمام أحمد أو نشر ما ذهب أحمد قالوا إنه يكون دم نفاس قبلها بيوم ويومين وكان مع أمارات الوضع مع أمارات الوضع والذين يقولون إنه ليس دم ليس دم نفاس قالوا لم تتنفس بعده والتنفس لا يكون إلا بالولادة أو أن يخرج الدم مع ابتداء الولادة والأصل واليقين أنه ليس دم نفاس ما يحرم بالحيض والنفاس يحرم أشياء منها الوضع والصلاة ولا تقربوهن حتى يطول هذا حرام بالإجماع والصلاة ليس إذا حالت لم تصلي ولم تصوم والصوم والطواف افعل ما يفعل أجغل إلا الطبيعة حتى يطول وقراءة القرآن على قول جمهور أهل العلم في هذا وهذه المسألة هذا هو قول الجمهور ومنها عما قال إنها تقرأ القرآن ومن من قال إذا خاشيت نسيانه ومس المصحف فلا تمس المصحف وإذا كانت لا تقرأ على قول الجمهور فمسهم بابي أو لا والجلوس والجلوس في المسجد مطلقا لأنه لا تصح الطهرة منها لو تطهرتها تصح بخلاف الجنوب لكن لو انقطع حيضها فقالوا إن حكمها حكم النفس حكم حكم الجنوب فيجوز لها لو توضعت يعني أن تجلس ومتى طهرت يجب عليها قضاء الصوم للصلاة كما حديث عائشة لما سأت معاذة عبد الله عدوية أتقضي الحائض الصلاة قالت لست بحرورية إنما أسأل قالت كان يصيبون هذا على عهد رسول فكنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة سأله سبحانه وتعليه ولك التوفيق والسداد والعلم الناف ولا مصال مني وكرمه آمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة